موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأعزاء أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة عنونت صحيفة الشرق الأوسط إسرائيل لطهران لم نكن نعرف أن جنرالكم بالقنيترة برامل النظام تتسبب بمجزرة في سوق للغنم وألف قتيل خلال ثلاثة أشهر الحوثيون يستكملون الانقلاب والرئيس لن يستسلم محققون حادثة إير آسيا غير مرتبطة بعمل إرهابي صحيفة العربي الجديد سوريا 77 قتيلا بقصف طائرات النظام على الحسكة وإدلب سر صمود قوات النظام السوري الجسور الجوية تحول في موقف الغرب تجاه سوريا تأجيل إسقاط الأسد المالح للعربي الجديد لن نقبل بقاء نظام الأسد موسكو تخطب ود بغداد بأسلحة حديثة آجلة الدافع لبنان توقيف ضباط بعد مدهمة سجن رومية القدس العربي عنوانت في الذكرى الثانية لوفاة مراسل الجزيرة في درعة سوريا لا تزال البلد الأخطر على الصحفيين نجاة قائد جيش المهاجرين في حلب من محاولة اغتيال استهدفت سيارته ومقتل ستة من عناصره بين مترقة النظام وسندان تنظيم الدولة هل السلامية نحن سوريون قبل أن نكون إسماعيليين النصرى تعدم ثاني امرأة سورية بتهمة الدعارة أوباما يطالب بصلاحيات لقتال الدولة الإسلامية ويعارض فرض عقوبات على إيران اليابان تطلب مساعدة دولية في حل أزمة رهينتيها لدى تنظيم الدولة الإسلامية الأمم المتحدة تنظيم الدولة الإسلامية يعدم النساء المثقفات في العراق إيران تريد محادثات صريحة مع السعودية صنعاء تستيقظ على هدوء حذر مع سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة والإعلام الرسمي إصابة عشرة إسرائيليين إثر عملية طعن نفثها فلسطيني داخل حافلة في تل أبيب مساعد لنتنياهو انضمام فلسطين للجنائية الدولية قد يلحق ضررا استراتيجيا بإسرائيل الخطوة الأولى لأي مرشح أمريكي لخوض الانتخابات الرئاسية هي زيارة إسرائيل تسريبات منسوبة لمدير مكتب السيسي عن تعليمات لإعلاميين مصريين بالدفاع عن المشير أثناء الانتخابات السيسي يقر بارتكاب الشرطة انتهاكات لكنه يبررها صحيفة الحياة لاجئوا سوريا في لبنان يتجمدون بردا ويحلمون بوقف النار حزب الله يشيع ثلاثة من كوادره في مآتمة حزبية وشعبية بر ينصح حزب الله بضبط النفس أوباما يهرب من السياسة الخارجية إلى الاقتصاد كوبا تحث أمريكا على رفعها من قائمة الإرهاب قبل استئناف العلاقات الدبلوماسية موقع سيريا نيوز سقوط قتل جراء قصف على حي الإنذارات بحلب وقرية القصاطل في حماة قتل وجرح بقصف جوي على سراق بوحزارين بإدلب والهلوك بحلب في حمص المدارسون ينعمون بالدفء والطلاب من البرد يدرسون بسبب السفر عشرة آلاف استقالة من القطاع العام في العام 2014 العراق يدعو الصناعيين السوريين للاستثمار بإنشاء خطوط لإنتاج الطاقة الكهربائية موقع تورك بريس وزارة العدل التركية تعد ملفات إعادة جولين إلى تركيا رفع مقدار كميات النفط العراقي المصدرة عبر خط نفط جهان اسطنبول تستضيف خامس أكبر معرض سياحي في العالم منظمة الصحة العالمية سياسة تركيا تجاه التدخين أثبتت فعاليتها وفي وكالة أنباء الأناضول البرلمان التركي يرفض طلبات للمعارضة بإحالة وزراء سابقين لمحكمة الديوان مسؤول في بورصة لندن تركيا ليست على أعتاب أوروبا بل هي جزء مهم منها السجن عامين لطالب دينماركي أساء للرسول محمد في النمسا داود أغلو أوروبا أصبحت الآن هي الرجل المريض موقع ترك بريست نشر مقالا لكمال أوستورك بعنوان الإعلام التركي بين معارض ومؤيد ومتقلب جاء فيه الإعلام وحرية الرأي سلاح يستخدمه العالم الخارجي في الاجتماعات السياسية والمؤتمرات الصحفية لإدانة تركيا وحشرها في زاوية الاتهام بعدم مراعاة حرية التعبير وحرية الإعلام ويأتي البرلمان الأوروبي على رأس قائمة المتهمين والملفت للنظر في الأمر أن الأسئلة والاتهامات توجه دائما بنفس المنطق وبنفس الشكل الذي يولد انطباعا بهيمنة المركز التركي واستبداده ولم يخالف تقرير البرلمان الأوروبي الأخير التوقعات بأسلوبه حين انتقدت تحقيقات العدلية التي أجريت لمنسوب إعلام جماعة فتح الله غولم بلهجة قاسية إن معرفة حقيقة أمر الإعلام في تركيا ليس بالأمر الصعب أو المستحيل تصدر كل جريدة مرة في الأسبوع تقريرا عن عدد النسخ المباعة للجريدة وبالنظر إلى هذه التقارير يمكن معرفة الوضع يبلغ عدد الصحف التي تصدر يوميا في تركيا 39 صحيفة وتطبع هذه الصحف يوميا بين 4.5 مليون و5 مليون نسخة ويزيد هذا الرقم أو ينخفض في الصيف عنه في الشتاء وفي حال حدوث أمر هام عدد الصحف السياسية المعارضة للحكومة 22 صحيفة وتمثل 60% من الصحف اليومية الصادرة وتبيع 2.75 مليون نسخة بنسبة 63% من إجمال مبيعات الصحف عدد النسخ المتقلبة حسب موازين القوى ثلاثا وتمثل 10% من الصحف اليومية الصادرة إذن نجد بأن الصحف المعارضة للحكومة تشكل الغالبية العظمى للصحف بينما الصحف التي تتهم بأنها أسست وأسعت من قبل الحكومة تمثل الصحف الأقل من حيث عدد النسخ ونفس الشيء يمكن أن يقال على القنوات التلفزيونية التي تمتلكها تلك الصحف فإذن من هو صاحب الكلمة والتأثير على الرأي العام في تركيا؟ ومن الذي يمتلك القدرة على توجيهه؟ صحيفة الواشنطن بوست نشرت مقالا لكارين دي يونغ بعنوان تعليق توسيع خطة التحالف في سوريا وسط خلافات تركية وأمريكية جاء فيه تم تعليق توسيع خطة التحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا على طول الحدود التركية غرب مدينة كوباني المحاصرة بسبب فشل إدارة أوباما وتركيا بالاتفاق حول حدودها قال مسؤول من الإدارة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستمر بوضع أولويات جغرافية مختلفة ولا زالت أولويته تركز على حلب وعلى الرئيس السوري بشار الأسد إننا نريد أن نلاحق داعش قال المسؤول إن البيت الأبيض يوافق على أن رحيل الأسد هو هدف هام ولكن مصدر قلقه الرئيسي هو الدولة الإسلامية التي قامت قواتها باحتلال أغلب المنطقة الشمالية والشرقية مع أرجاء واسعة من العراق وقد بدأت الولايات المتحدة بغراتها الجوية ضد القوات في كل من البلدين في الصيف الماضي مع مقاومتها لطلبات من تركيا ومن حلفاء إقليميين آخرين للتدخل بشكل كامل في القتال الذي استمر لأربعة أعوام للإطاحة بالأسد بينما كافحت كل من واشنطن وأنقرة للتوصول إلى اتفاق صرح رئيس أوباما الشهر الماضي للمسؤولين العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين بإيجاد خطة لاستخدام الغارات الجوية الأمريكية ضد قوات تنظيم الدولة على طول الحدود التركية وفق الخطة ستقوم تركيا بملء المنطقة باللاجئين وبمقاتلي المعارضة وببعض من قواتها الخاصة الذين قد يساعدوا على تنسيق غارات جوية إضافية بينما يتم دفع تنظيم الدولة إلى الشرق وسيتم السماح لرحلات مهمة بالانطلاق من قاعدة أنجرليك في تركيا إلا أن الطرفين لم يتوصلوا لاتفاق حول الخطوط الجغرافية العريضة للعملية وبينما تسعى الإدارة لتجنب قتالها مع الأسد كان حلها هو تقوية المعارضة تدريجيا سياسيا وعسكريا لتصبح قوة لا بد أن يعترف بها النظام السوري قال السكرتير الإعلامي للبنتاجون الأدميرال جون كيربي أن بضع مئات من القوات الأمريكية سيشاركون في التدريب مع أفراد الدعم الذين سيرفعون عدد أفراد الخدمة الأمريكية الذي تم توكيلهم بهذا الجهد إلى نحو ألف أو أكثر وسيتم تدريب ما يصل إلى 5400 مقاتل في العام الأول إن التركيز على استخدام مقاتلين مدربين من المعارضة للدفاع عن مجتمعاتهم ضد الدولة الإسلامية لا ضد الأسد كأولوية للعمل دفعت حلفاء الولايات المتحدة للقلق من جديد أثناء ذلك انتقدت تركيا الأسبوع الماضي القادة الغربيين الذين قالوا إنها لا تقوم بما هو كاف لمنع المساندين الأوروبيين لتنظيم الدولة من الهبوط في اسطنبول والتوجه عبر الحدود إلى سوريا لقد طرحت المسألة بعد أن علم أن حياة بومدين قد سافرت في بداية كانون الأول من فرنسا إلى إسبانيا واستقلت طائرة من مدريد إلى إسطنبول ومن المعتقد أنها دخلت سوريا لاحقا هل هو خطأ تركيا أنها تحد السوريا؟ قال هذا رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو للمراسلين في ألمانيا بعد اجتماع الأسبوع الفائت مع أنجيلا ميركل لا يمكننا معاملة الناس على أنهم إرهابيون فقط من النظر إلى أسمائهم يجب أن تقدم لنا المعلومات الاستخباراتية صحيفة العربي الجديد نشرت مقالة لمحمود الوهب بعنوان هل كان الإصلاح ممكن في سوريا؟ جاء فيه اليوم وقد دخلت الثورة السورية عنقى الزجاجة وبدأ الندب من بعض أقطابها العائمين على السطح وراحوا يضعون اللوم على الطليان الذين لم يتدخلوا ليسقطوا النظام ويسلمهم الحكم في مثل هذه الأجواء يطيب لبعضهم العودة إلى الماضي لإعادة حساباتهم وتدقيقها وقد يخطروا لبعضهم أن يتساءل بسداجة وهل كانت الأوضاع السورية بحاجة لأكثر من إصلاحات؟ ولو أنها حدثت لجنبة الشعب السوري معاناته؟ هكذا بالبساطة تنزع عن الثورة مشروعيتها وأسبابها وانطلاقا من ذلك أسأل لا بسداجة طبعا بل بالوعي والجدية كلهما عن تلك أن لو هل لو كان الإصلاح ممكنا؟ أو هل الأبواب مشرعة أمامه؟ وفي الإجابة أقول لطالما خط والخائدون في الوضع السوري وفي مشكلاته المتراكمة اجتماعيا واقتصاديا مستعرضين مواقعها في مفاصل الدولة بادئين بمؤسسات الدولة المختلفة الخدمية منها والإنتاجية وبمعاناتها المرة منذ البدء بتعيين إداراتها والتمييز الذي يحصل لدى التقدم إلى وظائفها ثم تضخم العمالة في ربوعها ما ينعكس على إنتاجيتها ناهيكم عن تعرض تلك المؤسسات إلى النهب والتخريب المبرمجين وما يترتب على ذلك من هدر للأموال وتراجع برامج التنمية وما زاد في الطنبور نغما تزايد البطالة وخصوصا بين الخريجين وتراكم ثروة البلاد في أيدي قلة من المقربين بإرادة الحاكم بالطبع وثمت أمور كثيرة لا يتسع لها المجال وكلها تقود إلى سؤال كبير ما الحل إذا كانت المنافذ المتاحة كالإدارة المحلية والنقابات ومجلس الشعب وغير ذلك من المؤسسات السورية التي تقدم لها العرائض الطويلة والمذكرات متقنة الصناعة والسبك إن كل المبادرات التي كانت تقدم لإصلاح ما يمكن إصلاحه كانت تصطدم بجدران النظام الصماء لأن حل الأزمة السورية سياسي محض فالتناقض الأساسي كان بين النظام وحرية العمل السياسي الواسع ولذلك كانت صرخة الحرية التي أطلقها المتظاهرون السلميون شاملة ومعبرة تماما عما تحتاجه سوريا ويتطلع إليه السوريون ويؤكد هذا الكلام فكرة أوردها باتريك سيل في كتابه حافظ الأسد الصراع على الشرق الأوسط مفادها خلاصة استخلصها سيل من حواره مع الأسد الأب حافظ الأسد يرغب في الديمقراطية لكنه يخشى إنه حل عزقتها ديزيما واحدا ألا يعود قادرا على ضبط إيقاعها ومن هنا ومهما يكم من أمر ما آل إليه الحراك السوري لا مناصة من الاستمرار فيه حتى وإن كان هناك حل سياسي ما تفرضه مصالح القوى الداخل في الصراع محليا ودوليا إذ لا حل للأزمة السورية وأسبابها التي تضاعفت وتعمقت إلا بإزالة التناقض الرئيس بتجسيد شعار الحرية الذي رفعه أحرار درعا منذ أربع سنين تجرع خلالها الشعب السوري ألوان البؤس والشقاء ولم يزل بهذا مشاهدين نختم حلقتنا وشكرا على حسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة